بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا أنا دكتورة سوسا ناجي تميمي في هذا الفيديو أريد أن أحدثكم عن التأثير السلبي للتدخين في المرأة الحامل طبعا نسبة الناس المدخنين سواء دكور أو إناث نسبة عالية جدا ولكن هذا الفيديو موجه للمرأة الحامل بأنه يجب أن تنتبه للتأثير السلبي للتدخين على هذا الجنين الذي يعد أمانة يعني أمانة ولا يحق يعني أنه لا يحق لها أن تضر هذا الجنين يعني أنت عندما تدخن وأنت يعني مسؤول عن نفسك لوحدك فهنا أنت ستضر نفسك لوحدك لكن مثلا أن تدخن خارج البيت يعني بغض النظر سواء امرأة حامل أو غيره عندما تدخن خارج البيت أنت تضر نفسك وكذلك تضر البيئة تضر البيئة طيب لكن عندما ترجع إلى البيت يجب عليك أن لا تدخن أمام أمك أو أبوك أو أخوانك أو أخواتك لماذا؟ لأن أنت الآن يعني هم واعيين ومنتبهين ولا يريدون أن يدخنوا وذلك خوفا منهم يعني على صحتهم فعندما تأتي أنت وتدخن تأكد أن كل سجارة أنت تدخن سجارة هم يدخنون هذه السجارة ولكن ما الفرق؟ الفرق أن أنت أكتف سموكر بينما هم باسف سموكر يعني أكتف وباسف ما الفرق أنت تمسك السجار وتشتريها وتدخنها هم ماذا؟ يستنشقون هذه الأبخرة المتصاعدة وهذه السموم بالتالي الضرر الواقع عليك سيكون نفس الضرر الواقع عليهم ليس النص وليس الضعف وليس ولكن هو نفس الضرر تمام؟ وكأنهم قد دخنوا طيب عندما تذهب أنت وتدخن في البيت ويكون أبوك يعني مريض قلب أو أمك ويكون قد ركب مثلا شبكة شبكيتين يعني صار عنده coronary artery diseases والمريض هذا استنتد تمام؟ وركب يعني في بعض الأحيان يعني يقولون لهذه الدعامة شبكة أو كذا المهم عامل دعامات وهذه الأشياء وحذره الطبيب وأنت تأتي وتدخن جنبه يعني كيف لك أن تفعل هذا الفعل؟ يعني أنت الآن ترتكب جريمة في حق هذا الشخص الذي يقعد معك فلابد من الانتباه الآن المرأة الحامل المرأة الحامل أنت الآن لديك جنين هذا الجنين سيتأثر بالتدخين إلى أقصى درجة لا تقولي لي هناك الكثير من المدخنات وأولادهم وبناتهم ما شاء الله عليهم لا لا هم متأثرين لا تحاولي أن تبرري لنفسك يعني شركات التدخين شركات قوية جدا 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 وتستطيع يعني أن ماذا يعني شركات قوية جدا لكن هل حاولت هذه الشركات أن تمدح التدخين؟ لا كل الشركات تكتب أن التدخين سم لماذا تكتب هذه العبارة؟ تقول السبب الرئيسي لسرطان الرئة هو التدخين يعني هذه الشركة الآن تبرأ ماذا؟ تبرأ ذمتها هي تعطيك السم وتقول لك هذا سم يعني هي لا تخدعك هي لا تخدعك ولكن هي تعرف أنك صرت ضحية وأنه هي خلاص يعني أمتلكتك وأنت غصبا عنك يعني هل تتوقع؟ هل تتوقع أن أحد سيعطيك مثلا وجبة معينة ويقول لك أن هذه الوجبة مسمومة أنك ستأكلها؟ مستحيل أنك ستأكلها لكن بالتدخين أن ستأكلها لماذا؟ لأنك صرت مدمن لأن التدخين يحتوي على العديد من السموم من بين هذه السموم النيكوتين النيكوتين هذا ماذا يقوم؟ يقوم باستحثاث إفراز الدوبامين الدوبامين هذا يفرز في الدماغ عندما يفرز في الدماغ يؤدي إلى تأثير إدمان إلى تأثير إدمان وهذا هو سبب التأثير يعني الإدمان للتدخين التأثير الإدماني هو ماذا؟ هو أنه النيكوتين ماذا يعمل؟ يستحث إفراز الدوبامين والدوبامين هذا يؤدي إلى هذا التأثير الإدماني والذي يجعلك غير قادر على ترك التدخين طيب الآن كيف سيتأثر الجنين؟ يعني هذا التدخين سيؤدي إلى تقليل وزن الجنين سيؤدي إلى تقليل وزن الجنين ويعتمد التقليل في وزن الجنين على عدد السجارات التي تدخنها هذه المرأة الحامل يعني كلما زادت عدد السجائر كلما قل وزن الجنين وتأثر بشكل أكبر سيؤدي التدخين أيضا إلى ماذا؟ إلى الإسقاط إلى الإسقاطات المتكررة الشيء الآخر نفترض أن هذا الجنين لم ينقص وزنه تمام؟ وسبحان الله استمر ولم يحدث إسقاط تمام؟ الآن أنت لديك رضيع هذا رضيع ممكن بأي لحظة يعني رضع بشكل طبيعي وهو بشكل طبيعي ما في أي مشكلة ولكن لاحظت أنه هذا رضيع يعني توفى فجأة ما سبب الوفاء المفاجئة عند الأطفال رضع؟ سبب الوفاء المفاجئة عند الأطفال رضع هو ماذا؟ هو التدخين إذن التدخين يؤدي إلى Sudden Infant Death Syndrome متلازمة الموت المفاجئ لدى الرضع الشيء الثاني أنت الآن حامل بجنين ونوع الجنين هذا أنثى التدخين هذا سيؤدي إلى تأثير وظيفة المبيضة عند بنتك الآن أنت تحملي أمانة أمانة هذه الآن طفلة في رحمك مستقبلا أنت الآن فرحانة يعني أنه ما شاء الله ولدت سليمة رضيع هذه ممكن بأي لحظة الطفلة هذه ممكن أن تموت وإذا لم تموت كذلك تأكدي أنك أديت بالتدخين إلى تأثير سمي على مبايض هذه الطفلة الشيء الآخر كذلك التدخين سيؤدي إلى ماذا؟ سيؤدي إلى التأثير على رئة طيب بعض الناس يعني الذين يقرؤون كثيرا وبعض الأطباء مثلا ممكن أن يقولوا بأنه التدخين يؤدي إلى زيادة صحيح التدخين يؤدي إلى نضج رئة بسرعة وبالتالي على أساس أنه سيقلل دخول الجنين ب ولكن هذا المتشورتي وهذا النضج والذي يعتقد يعني أنه قد يكون السبب أن التدخين يعمل لإفراز ماذا؟ لإفراز الكورتزول ولكن هذا النضج كان نضج غير طبيعي غير طبيعي بالتالي رئات هؤلاء الأطفال لن تكون طبيعية وبالتالي هؤلاء الأطفال مستقبلا سيكون عندهم مشاكل في التنفس سيكون لديهم ماذا؟ مشاكل في التنفس بالتالي أي امرأة حامل لابد أن تتخذ قرارا إنها توقف التدخين إذا كان ليس لأجلك لأجل هذا الجنين الذي يعني هو أمانة في عنقك تمام؟ لابد من الانتباه وكذلك الآباء عندما تكون مرأتك حامل يعني لابد أنه يكون التدخين خارج البيت لا يكون التدخين أمام المرأة الحامل لأنها أصلا تعتبر الآن مدخنة وكل هذه الآثار سوف تحدث طبعا إذا كانت المرأة الحامل كانت مدخنة بشراها وكانت مدمنة بشكل غير طبيعي لابد أن تراجع الطبيب وممكن أنه نعطيها ما يسمى بالنيكوتين معالجة بديلة للنيكوتين لأنه التدخين لا يحتوي على النيكوتين بس وإنما يحتوي على العديد والعديد من السموم فيكفينا أن نعطيها هذا النيكوتين الذي سيشعرها بنفس شعور التكييف على ما يقولون تبع التدخين ولكن نكون جنبناها من الكثير من هذه السموم هناك أدوية للناس الآخرين يعني النساء ورجال النساء الغير حاملات ما يسمى بالفيرونيكلاين وكذلك بوبروبيون هذه أدوية أخرى ممكن تستخدم ولكن لا تستخدم أثناء الحمل في الأخير أتمنى أن يكون الفيديو قد نال إعجابكم إذا عجبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد وكذلك الإعجاب بالفيديو ليصل إلى أكبر عدد من المشاهدين وفي أمان الله موسيقى